صباح الفل عليكم يا رب تبقوا بخير طبعا هو ايه يعني الورقة موضحة احنا هنتكلم عن ايه يعني كلام ده للا اي حد فايز في دي في الفين واحد وعشرين اللي هي الدفعة اللي فاتت مش اللي لسه هتبدأ في شهر عشر جاي او اللسه هي نتيجتهم زهرة هم عارفين نفسهم يعني تمام وبرضو يعني الكلام للشباب بتوع دي في عشرين وعشرين يعني وهنوضح الفرق بين الاتنين في موضوع القضية ده اول سؤال في الحتة دي بيجي اشترك في القضية دي والعموما بغض النظر عن القضية الموجودة يعني مش هدي قصتي بس دايما الناس بتسأل رقم صغير رقم كبير اشترك في القضية ولا لأ طبعا انا اول حاجة في الموضوع ده ردي طبعا اشترك 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 يعني ببساطة مش عشان النتيجة اللي القضية هتجيب لك حاجة او هتجيب لك نتيجة او هتنجح او هتفشل او هتخليك تقابل او بس ببساطة عشان انت كرب واسرة او كمسؤول عن بيت او انت حتى شاب سنجل وفايز او انت بنت وفايزة عشان بعد كده لما تخلص اخر وقت الفرصة للحصول على الفيزا اللي هو تلاتين تسعة الجاي ولو ما توفقتش ما تبقاش نايم على مخدتك وانت شايل هم او حاسس بالتأصير سواء اتجاه بيتك او اتجاه نفسك انا ده رأيي يعني الاول ليه تشترك في القضية خلاص يبقى اخلصنا بالحتة دي اشترك ولمشتركش نشترك طيب دلوقتي فيه قضية شغالة والناس منستنية القرار برضو بغض النظر هو امتى برضو مش هدية قضيتي اه انا بس عايز اعلق النهاردة عن حتة ان فيه محامي او محامين فتحوا الاشتراك ببلاش عشان يزودوا عدد اه المدعين بصراحة انا لا وجهة نظر حبيت اشاركها معاكم في الموضوع دي بسرعة كده خلينا نتخيل كان في الاول كان فيه مدعين مسلا نفترض ان هما مسلا مسلا عشر مدعين مسلا الناس دي كان دفع فلوس نفترض خمسمية دولار مسلا وبعد كده قال له هتكمل لما تروح امريكا مسلا نفترض الفين وخمسمية اي حاجة مش مشكلة لقيمة اللي قضايقين اشترك عشرة هل وهم دولا هيوقفهم عشان القضية لو نجحوا او ان القضية لو نجحت يحاولوا العشرة دولا يبقى ليهم اولوية وبيسموهم ايه بلنتفز ماشي اللي هما المدعين طيب تمام البلنتفز دولا المدعين دولا مفروض بهم ليهم الاولوي تمام طيب المحامين دلوقتي عاملوا حركة تانية قال لك ايه تعالى يلا ايه كل اللي مزايت كده يلا اللي عايز يقدم يقدم ببلاش فتحنا ايه تعالى اقدم حط نفسك في القضية وخليك مدعي البلنتفز الكلمة اللي احنا قلنا عليها وبلاش ولو كسبت الفيزا او اخدت الفيزا بعد لما تروح امريكا هاخد منك في امريكا الفلوس دي كلها تمام افطرب مسلا هما تلات تلاف دولار او او كلام ده كل او الطريقة اللي قالوا عليه الف ونص للواحد والكلام ده مش مشكلة طيب في ناس شافت ان اضافة عدد المدعين طبعا ايه مين المدعين اللي هيجوا بقى في المزاد العلني اللي تعمل ده اللي رقموا قليل اللي هو زي توكي فوركي سيكس كي وهكزا او الناس اللي كان بتفكر منهم العشرين كي والاربعين كي وكلام ده كله اللي هي ارقام الفيزين طبعا الكلام ده اللي هيفهموا الناس اللي فايزين اه دولار اللي هيجوا تمام فنفترض دل الوقت ان هو بدل العشرة انا هقول ارقام ده هيبقوا مية مسلا طيب في ناس بتقول اه ده حاجة جميلة عشان تبقى الايه القضية رأي عام ويعرفوا المتضررين كتير وكلام ده كله انا خليني مع الناس دي بس اشترحوا دلوقتي وجهة نظر يعني هاتي اللي بدي مخكوا بقى في الحتة دي طيب تعالى لان يوم النتيجة بتاعة القاضي هيحكموا احنا متوقعين مسلا هيحكم ايه ان هو مسلا والله البلنتفزة جماعة المدعين انا بضمن لكم وجماعة ان انتم هتاخدوا الفيزا قبل يوم مسلا تلاتين تسعة تمام? انا طياني بفكركم ان العشرة والمية دولار ده مسالة الحقيقة ارقام اكبر بكتير طيب فانا النهاردة لما حكمت قلت مسلا ان ايه انا كل من هو مدعي انا عايز ايه ان هو يطلق له فيزا يطلق له فيزا طيب تمام طيب احنا مرتبطين بوقت يبقى اذا الهدف ده عشان احققه لازم احققه في المدة دي كويس طيب لو كان المدعين كانوا عشرة بس كان مش الحال يعني كان عمله باحترام كده الخارجية وكل مش شيء تمام. انما دلوقتي لما بقوا مية مسافة الوقت دي مش هتكفي المية. فهيجي ياخد مين بقى? هتبقى الاولوية طبعا زي ما انت فانا مدعين. ومدلوقتي بقى ايه ممكن دلوقتي يكتلاقي كل المنتظرين فازين بقوا كلهم مدعين. ليه? العضية بقت ببلاش او يعني لو الاشتراك ببلاش فشجع الناس. فهيبدأ ياخد مين? هيبدأ ياخد اللي هي بقى ايه? الاركام بالترتيب ما الخارجية هتمش كده. كل من هو مدعي ورقمه صغير هبدأ ااخد. ااخد اللي هو الالفين والالفين ونص والالفين وتلتمية وثلاثة الاف اربعة الاف. فهيبدأ مين اللي هيروح? الناس ديه اصلا ما كانش مشتركة في الاول في القضية. اللي هي دخلت في المزاد اللي قلنا عليها ببلاش. مين لي تزلم الناس اللي كانت دي? اللي كانوا دفعين فلوس في الاول وكانوا هما ناس فهمين القضايا ودفعوا فلوس واعلموا ان القضية دي مهمة. طيب. يعشان كده انا بقول لكم ان الحركة اللي عملها المحامين دي للأسف هي حركة مش كويسة هم عملوها عشان ليهم هما عشان يكتروا يعني زي ما بيقولوا او بتاعهم هما خبسة من الاخر يعني من الاسف في اللفظ ان هما عشان يخلوا الناس اللي هو اركامها قليلة جوهم اشتركوا في القضية حتى في الوقت لما ييجي لخارجية تيجي تبدأ بسرعة الطريق عشان تعمل شوية فيز من المحكمة حكمت بيهم يقوموا هياخدوا الاركام سواء انت ما دفعت او في الاول جزء اهلا وسهلا انما اللي ما دفعش كمان يبقى انت برضو انا ضمنتك كالراجل عندي هتدفع لي بقية الفلوس الايه القضايا اللي هي هتروبقى في امريكا هناك انا شايف ان العدد الكبير اللي اتفتح دا القضايا هيزلم الدفعة دي هيخلي الناس اللي اشتركت في القضية حققهم يروح والناس اللي دلوقتي اللي دخلت كده عشان القضية بلاش يتاخدوا فيعني انا كان بنسبة لي كان ان شاء الله المحامي يقول يا ربي ان شاء الله هاخد عشر تلاف دولار بس بس اشترك عدد قليل من البشر تمام انا بتكلم الكلام ده احنا ملناش اي سرة بالقضايا ولا من قرب ولا من بعض كان عمله ان شاء الله يختار رقم له عايزه ما كل واحد وحلمه بقى اللي عايزه من اخر يعني فكان عمل ان شاء الله اشترك في القضية دي عشرة عشرين تلاتين بس وانما ياخدوا حقهم متل عن طريقي الوقت ده كان يكون في قتة مين انما اللي بيحصل دلوقتي ان كله يلا خشو 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 في القضية العدد هيبقى في اللامون وطبعا يعني زي ما اتفقنا ان العشر والمية دي افتراضات انما دلوقتي اللي مسلا بقول له لو كان الف كان دلوقتي هيبقى خمس تلاف عشر تلاف تعالى بقى مين اللي هيطلع الفييز في الوقت القصير اللي فاضل ده طبعا للأسف هتلاقي عدد قليل ومش حكات قليلة اللي هو العدد اللي هتقدر الحكومة تعمله او السفرات تعمله وهيبعدد قليل يعني ايه الاولويات للاركام الاولية لو مدعي فهتبقى من الزيتة او اللي حصلت في الاخر دي اللي هي الناس اللي دخلت ايه في القضية ببلاش وخلاص وهيتظلم الاركام الكبيرة انا ده رأيي الشخصي يعني تمام طبعا بخصوص بقى لو قلبت انا صفحة كده او يقولنا مسلا حتى لو قلنا لو دي في بقى عشرين عشرين دي في عشرين عشرين دي ناس المفروض هيطلع لها مفروض حفظ عدد فيز هنفترض مسلا نقول التسعة تلاف فيزا دي اللي قالوا عليها تمام هل التسعة تلاف فيزا دولا هيبقوا مربوطين بوقت يعني مسلا يقولك لغاية تلاتين تسعة واحد وعشرين او اتنين وعشرين ولا تبقى مفتوحة الى الابد يعني مسلا نظام ايه الفيز دي هتتحفظ للابد بس هي دي بقى الفكرة اللي هتحصل طيب العدد اللي هيطلع هنا هل هياخد من كراسي الدفعة دي او الدفعة اللي بعدها برضو سؤال تاني يعني هل لما يطلع من هنا برضو لو هو حكمها تلاتين تسعة واحد وعشرين وحفظت مسلا تسعة تلاف فيزا ومربوط بوقت طب مين الاولويات اللي هياخدهم لو ما خلشت تسعة تلاف يعني في اسئلة كتيرة في موضوع القضية بس ازا انا شايف ان او عشرين واحد وعشرين ان اللي بيحصل من المحامين ده ظلم وحيزم الناس بصراحة باللي هو فتح يلا اللي ببلاش ببلاش تعالى تعالى واحنا برضو هنشوف مع بعض الفترة اللي جاية انما تاني انا بأكد طبعا اللي مشتركش في قضية مع انها عكس الكلام ده بس ده واقع هتعمله اياه اللي مشتركش في قضية جماعة انا رأيه طبعا طبعا يشترك بس مش عشان اللي قضية هتجيب نتيجة تاني بكررها عشان ما يلومش نفسه كرب اسرة وما يحسش انه هو عمل اللي عليه لان دي زيما كل الناس بصن لها فرصة العمر فمطلوب جدا جدا ان الواحد يدفع عن حقه وفرصته وحلمه للنهيان بالتوفيق للجميع ودائما متابعين معيك وفيزا ايب وهنعمل فيديو قريب قوي يعني خلال الايام عن موضوع نقل المقابلة ازاي تحول مقابلتك وايه الشروط او ايه اللي ممكن يحصلين بالتوفيق اشتركوا في القناة